اشتركوا في القناة اهمية وصول القطار لوادي حلفة في انعاش الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية واعلنت ادارته السكة حديد انها ستسير اربع رحلات في الشهر من الخرطوم لوادي حلفة ويتوقع يسهم القطار في تنشيط الحركة التجارية على طول مساره كما يتوقع يسهم القطار كذلك في انعاش الحياة التجارية بين مدينة وادي حلفة وبقية مدن البلاد